السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم يا يتكلم عن عطر ميزين كرفيلي الجديد تيو بروز أسترال أعتقد ولا أستريل ليه هذا أنا خذت اثنين شريتهم من صاحبنا أبو راشد صاحب حساب سينت لكجري بصراحة سعارة جدا ممتازة وأنا أثق فيه والله قاعد أشتري بنفسي والله مرات أنه تفعله وأقوله خلاص حجزها العطر متى ما بطرهش عطور ثانية طرشها كلها مع بعض لأنه يستاهل فوق النرفيجي يعني يستاهل وثقة وتعاملت معاه وايد أغلب عطور روجة اللي موجودة وراه من عنده فنتكلم عن هاي اليوم خلنا نركز فيه مع هالعطر خذت اثنين واحد اليوم رفيجي خذها واحد له واحد لي خذت عطر مودراي لأن اللي عندي خلص خلاص خذت مودراي وهذا بوكسة هذا هو موجود هنا عشان حلال والحرام وخذت كذلك عطر هذا من النسخ اللي مغطاتها ذهبية فيه مغطاتها سودة حاول انك تتجنبها من اللي دادها إذا حصلت القديم أنت يا أخي ما شاء الله حظك يكسر الصخر لكن إذا جيت بتاخذ من الغراش اللي ديدة يقولون أفضل تاخذ اللي مغطاتها ذهبية لأنه أداءه أفضل بصراحة فعلا أداءه ممتاز بالنسبة لي ما دري نسخة أي سنة لكن أداءه ممتاز وأنا من عشاق عطور أو عطر روي العود كذلك أحب ماسك رفاجار أو أفوان فرنش لفر وأحب كيوتيك أو كيوتيك من عطورات ديبتيك فهذا الخط من العطور الذكوري جدا يعجبني طيب سوري خلنا ندخل في عطر اليوم بشكل مختصر عن العطر العطر يجيكم بنسخة أو بتركيز نفس غالب عطور الدار اللي من النسخ الملونة هذي أنا عندي عود مركوجة وعندي هبسكس مهجاد أحبهم وايد العنبر جميل بس أخليح أقلشتها ما عندي البتشولي ما حبيتها صراحة الباقين ما تذكر روايحهم أمانتن والإداد والحصريين ما جربتهم البنفسجي والأخضر طيب تيوب روز هذا العطر بشكل عام ريحتها تتميز بأنها تاخذ خط أو ريحة تيوب روز بشكل عميق مدخل العطر طبعا عطار اللي سواه كوينتن بيش المينون ما يوز من حركاته رح تشم في العطر شي بسيط كذا من لمساته اللي ما يخليها اللي موجودة في عطر جانيميد خذ العطر إذا عندك إياه ولا إذا يتجربه شم وفكر في عطر جانيميد رح تشم في العمق هذا الـ 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 مع العطورة ولكن بشكل عام العطر فيها خمس مكونات مذكورة في أغلب المواقع اللي وهي التيوب روز اللي هو ماسك الروم مع الدارسين اللي إحنا نسميه القروم فالله نسيته القرفة القرفة فالدارسين أو القرفة التيوب روز المسك الفانيليا وكذلك الأوسمانثس الأوسمانثس يعطي ريحة زهرية تميل لريحة فاكهية جميلة ما أخذ خط فاكهي يميل أكثر لريحة المشمش هذه مكونات العطر ولكن بشكل عام أنت تشم ريحة التيوب روز أو مسك الروم بطريقة شوي مسكية هالشكل داخلة بالطابع اللي قلت لكم كأنها فيها في القلب أو في القاعدة من الكابتف اللي مستخدم في أطر جانميد وفيه الريحة اللي جاية شوي بشكل تابلي من استخدام الدارسين ولكن بشكل عام ريحة التيوب روز واضحة مختلفة عن غالب الأطور الزهرية اللي فيها التيوب روز ما أخذ الخط المسكي أكثر وريحة التيوب روز أكيد تكون واضحة فأطر جميل ثقيل وفواح جداً ترى رشيتين ثلاثة رشات تكفيك العطر وايد صارخ فواح وثباته عالي جداً أوكي إذا هالمعلومة أتهمكم هل أشوف أفضل من العطرين اللي أمتلكهم؟ لا كذوق شخصي ما زل تفضل هبسكس مع جادو ما زل تفضل عود مركوجة ولكن يستهل ما يكون في المجموعة عطر جميل بالذات حج محبين ريحة التيوب روز ويبونها بطريقة مختلفة ففي النهاية أصف على الإطالة شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته